بعد سجال طويل وتعديلات وإضافات تمت الموافقة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات مالية التي تناقلت معها ما خصص للمحافظات من موازنة تنمية الأقاليم ومنها محافظة المثنى للعام 2023 التي حددت مناقلتها بأكثر من 88 مليار دينار أبناء المحافظة أعربوا عن خيبة أملهم من حجم الأموال المفتودة لمحافظتهم نظراً لما تعانيه من فقر وحرمان لسنوات وتوقف مختلف المشاريع مقارنة بمخصصاتها من قانون الأمن الغذائي التي حددت بـ 360 مليار دينار ولم يعرف مصيرها حتى الآن بعد قراءة الأولى الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية تخصيص محافظة المثنى حسب المصادر التي الآن تتكلم أنه 88 مليار دينار أراقي لتنمية الأقاليم وهذا المبلغ قياساً بمحرومية المحافظة وحاجته إلى تنفيذ مشاريع كبيرة ومهمة تستوعب الأيد العام المعطلة بالمحافظة فعليه نتوقع من الحكومة أن تزيد هذا المبلغ كون المحافظة سابقاً خصص إليها بالأمن الغذائي مبلغ 360 مليار دينار وبالنتيجة المحافظة لحد الآن تعاني من الحرمان ومن النقص في تنفيذ المشاريع اعتماد معيار الكثافة السكانية وعدم وجود تمثيل حقيقي للمحافظة في مجلس الوزراء لإقرار تخصيصاتها من قانون الموازنة أسباب كما يقول أبناء المثنى تجعل محافظتهم في كل عام خارج دائرة اهتمام الحكومة الاتحادية اعتماد مبدأ الكثافة السكانية بالنسبة للمحافظات المحرومة يعتبرها المواطنين هنا في محافظة المثنى غب كبير للمحافظة على اعتبار بأن محافظة المثنى من المحافظات الأشد فقراً والأكثر فقراً على طيلة السنوات الماضية أعتقد أن عدم وجود تمثيل كافي لمحافظة المثنى في مجلس الوزراء وفي السلطة التنفيذية الاتحادية حقيقة همش المثنى وهمش أبناء محافظة المثنى ولم يكن سبباً في إيصال صوتهم إلى الحكومة الاتحادية لنقل مطالبهم من المشروع ويبقى مسلسل التسويف واللمبالات مستمراً ما لم يكن هناك تمثيل حقيقي لأبناء المثنى تحت قبة البرلمان للمطالبة بإنصاف محافظة أدخمت بتسويف الوعود الحكومية التي زادتها فقراً وحرماناً من المثنى نجم الحميد الفلوجة الفضائية